فضيلة الشيخ أفقكم الله يقول من يضع سماعات على أذنيه أو في أذنيه كيف يتوضى؟ فهل هناك فرق بينما إذا كان نزع السماعة فيه مشقة أو عليه ضرر وبينما إذا كان غير ذلك؟ لا بد نزل السماعة يمسح أذنيه ظاهرا وباطنا ثم يلبس السماعة نعم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله فتاوى شرح كتاب العندة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله مرتبة على أبواب فقهية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة